مفائدة الاكتفاءة الذاتية ونحن نستورد معاصيل زراعية من الخارج نعم شكرا جزيلا أستاذ العزيز وشكر إلى الشيخ العزيز والقريب على عمل الوزارة أستاذ حيدر العصاد وشكر الموصول إلى الدكتور كاظم عميد كل العلوم الزراعية ولكل المشاهدين الكرام بدءا القطاع الزراعي شهد تقلبات وانعكاسات عليها بدءا من عام 2003 لغراق السلع الذي واجهه كل الاقتصاد العراقي بما فيها القطاع الزراعي بعدها أحداث داعش الأرهابي والتدمير للبنى التحتية الموجودة في القطاع الزراعي عدنا إعادة بناء القطاع الزراعي بدءا من عام 2017 يعني اللبنى الأساسية التي بعدما خرجت مساحات كبيرة عندنا من الأراضي الزراعية المشاريع الزراعية والمبادرة الزراعية التي انفقت مليارات الدنانير عليها في المناطق الغربية التي تعرضت إلى داعش الأرهابي هذا كلها أثرت على عمل وإداء القطاع الزراعي ورسم السياسات الزراعية فبعد 2017 رسمنا سياسة زراعية إعادة المزارعين إلى الزراعة حتى نحقق هذا الاستقرار المجتمعي وعودته فلازم أكون سياسة للدعم وبالإضافة لأنه مواجهة الأغراق السلعي الموجود بدءاً كانت بدينا بعدة منتجات زراعية من عام 2017 بمنع هذه المنتجات الزراعية أنا هذا كلها واضحة أخذ دعم وضع في المركز بساطل أساد العزيز لماذا نعلن الاكتفاء الذاتي وعندنا نستورد يعني ما جاوبتنا بعدين نرجع للخطة، خطة الوزارة ونجازات هواه أنا جاوبنا على هذه النقطة العديدة موانا يرد تراكمية العمل بـ 2018 بدينا بمنع استيراد البيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور وبنعنا أيضاً الطماطة والبطاطا من عام 2019 2018 كانت البيض المائدة واللحم الدجاج والأسماك منعناها التمور العراقية هل تدخل تهريب؟ نعم، نحن نرى هذه المشكلة الأساسية لا موانا حتى وبرحانا أنا أكترنا بعد ذلك بس أوصل يعني أنا ما اليوم بعيداً مشكورة وزارة الزراعة وإنجازاتها أنا أريد أن أركز على التهريب تحديداً يعني أنا أكتر من حلقة من الحلقات كان معي رئيس لجنة الزراعة والموارد الشيخ سلام الشمري وتحدث عن التهريب وطرق التهريب ويحاول الحد من عدها أريد أن أركز عليها بعد أرمك نعم، 2003 نحن منعنا التمور العراقية بس من تروح حسا للأسواق تلقى أكو تمور مهربة من تمور العراقية من عد؟ من العفو، التمور يعني تصديرنا نحن التمور العراقية للخارج ومنع أي استيراد للتمور لأن اكتفاءة ذاتي عندنا من التمور العراقي هذا أول منتج يعني عندنا المنتجات الأخرى من 2018 حسا للطرقة الهاني نحن ما نعينها كوزار الزراع وما من نحن أي إجازة استيراد لهذه المواد كيف نستور التمور؟ من نستور التمور؟ نحن أساس العراق هو بلد التمور بلد النخيل يعني هذا ما عندنا استيراد للتمور يعني ما عندنا استيراد ولا ما نحن إجازة استيراد وتمور الإجنالية موجود أستاذ بقيمة 9 مليون دولار؟ من استيراد هذا؟ ولا ما نحن إجازة استيراد هذا كله مهرب ونحن نتطرق المشكلة الأساسية التي يتعرض دائما كل تهريب